موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام و اهلا بكم في نشرة اخبارية مفصلة نبدأها بالعنوين موسيقى رئيس الوزراء الجديد يصل عاصمة المهرة في اول زيارة منذ صدور قرار تعيينه موسيقى وميليشيا الحوثي تقتل شابا قناصا في نقط تفتيش بمحافظة اب وتخطف ناشطان في مجال الاعمال الانسانية بمحافظة حجة ونيابة الاموال العامة تحيل اكثر من مئة قضية لمحال صرافة الى القضاء بتهمة المضاربة على العملة وتأجيج الازمة موسيقى اهلا بكم وصل رئيس الوزراء الجديد معين عبد الملك مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة اليوم الاربعاء وذلك بعد مرور نحو عشرة ايام على صدور قرار تعيينه في منصبه خلفا لأحمد عبد بن دغر وقال موفدنا للمهرة الزميل معتز النقيب ان رئيس الوزراء وصل يرفقه عدد من اعضاء الحكومة وذلك في اول مهمة لا داخل الاراضي اليمنية منذ صدور قرار تعيينه منتصف الشهر الجاري وبحسب موفدنا من المتوقع ان تعقد او تعقد الحكومة اجتماعا لها في المهرة خلال زيارتها التي قد تستغرق عدة ايام واقل الرئيس هادي رئيس وزرائه السابق على خلفيته فشله في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة كارثة اعصار لوبان بمحافظة المهرة دون تحرك فعلي من الحكومة وفقا لما جاء في ديباجية قرار الاقالة طالبت اليمن من مجلس الامن الدولي بالعمل على تنفيذ قراراته التي تخذها بشأن الازمة اليمنية حتى يصبح للمجلس المصداقية في معالجة كل ما من شأن الاضرار بالسلم والامن الدوليين وشدد بيان الحكومة اليمنية ألقاه نائب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك المستشار بروان علي نعمان في الجلسة المفتوحة لمجلس الامن شدد على ضرورة وجود موقف موحد لوضع حد للقلابيين الحوثيين الذين أدخلوا اليمن في نفق مظلم منذ القلابهم على الشرعية في 21 سبتمبر للعام 2014 وأعرب البيان عن خشية اليمن من أن تصبح اجتماعة مجلس الأمن روتينية تلقي فيها الكلمات ويتم الإشارة إلى الإرقام والإحصائيات وأعداد الضحايا ثم ينتهي تأثير هذه الكلمات بعد أن ينفذ المجلس طالما وأن هذا المجلس الموقر غير قادر على الضغط على الميليشيات من أجل الخضوع لإرادة الدولة وتنفيذ قرارات المجلس الصادرة تحت البند السابع وانتقد أيضا الحكومة اليمنية أو انتقدت الحكومة اليمنية صمت المجتمع الدولي إذا تعنت الانقلابيين في مفاوضات السلام لإنهاء الحرب وجرائمهم وممارساتهم بحق اليمن واليمنيين داعية مجلس الأمن إلى إرسال رسائل واضحة للانقلابيين تؤكد على أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يظل صامتا تجاه جرائمهم وانتهاكاتهم والمعاناة الإنسانية التي تسبب بها وطال أمدها وأعرب البيان في موضوع آخر عن تطلع الحكومة اليمنية لأن تلعب منظمات الأمم المتحدة والدول والمؤسسات المانحة دورا محوريا ومساهما في استقرار العملة اليمنية عبر توجيه مساعداتها لليمن بالعملة الأجنبية والحوالات الواردة عبر البنك المركزي اليمنية دعت الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى دعم اليمن في خمسة مجالات حتى يتم تجاوز أخطر أزمة إنسانية في العالم وطلب مغارك لوكيك منصق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من مجلس الأمن وقف الأعمال العدائية في وحول البنية في وصول البنية الأساسية والمنشآت التي يعتمد عليها عمال الإغاثة والمستوردون التجاريون وحماية إمدادات الغذاء والسلع الأساسية بأنحاء اليمن ودخل عملات الأجنبية بشكل عاجل في الاقتصاد عبر البنك الدولي ودعا أيضا إلى زيادة التمويل والدعم للعمليات الإنسانية ودعوة الأطراف المتقاتلة إلى الانخراط بشكل كامل ومنفتح مع المبعوث الدولي لليمن لإنهاء الصراع وحذر المسؤول الأممي من أن 14 مليون يمني يمثلون نصف السكان يعانون من إنعدام حاد في الأمن الغذائي مشيرا في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن إلى أن اليمن يواجه خطر حدوث مجاعة كبرى وشيك لم يشهد مثلها والوضع هناك أخطر من المرات السابقة أعلن الجيش الوطني مواجهته نقصا حادا في الغذاء والتموين إلى جانب قضية الجرحى واستكمال متطلبات علاجهم في الداخل والخارج وناقش اجتماع موسع برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن طاهر العقلي وسائل مواجهة النقص الحاد في الغذاء والتموين وثبل توفير البدائل بشكل عاجل وأكد اللواء العقلي في الاجتماع أن قضية الجرحى واستكمال متطلبات علاجهم في الداخل والخارج والعناية الكاملة بهم تمثل أولوية قصوى لدى قيادة الجيش سيتم متابعة الأمر فيها مع الحكومة في أقرب وقت ممكن وذكر رئيس هيئة الأركان أن الجيش قطع شوطا كبيرا بالحد من العشوائية والتكرار التي نشأت خلال الفترة الماضية نظرا لطبيعة الظروف في إعادة تجميع وبناء الجيش الوطني والشراء يتحسن الملحوظ في الأداء بدوائر البشرية والمالية في عملية ضبط ومراجعة قاعدة البيانات وسلالة وسلاسة عمليات الصرف لمستحقات الجيش في الأوينة الأخيرة قالت مصادر عسكرية أن جبهات القتال ضد ميليشيا الحوث الإنقلابية غارقة في معارك الكر والفر ولم تحرز تقدم أو مكاسف عسكرية حاسمة وعزى مراقبون هذا الوضع إلى القرار السياسي المسلوب لدى الحكومة الشرعية من قبل تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية التي تسعى إلى عرقلة أي تقدم حقيقي للجيش الوطني من شأنه أن يعزز من الموقف السياسي للشرعية وذكرت أيضا المصادر أن السكان في المناطق القريبة من المواجهات يعانون جراء هذا الواقع بين اللاحرب واللاسلم حد قولهم مضيفة أن هذا الحال ينطبق على معظم جبهات القتال في تعز ونهم وصرواح والحديدة والضالع واللحق باستثناء تقدم محدود في جبهتي صعدة والجوسة وأشارت المصادر إلى غياب طيران التحالف العربي في حالات كثيرة عن تقديم تقطية جوية لقوات الجيش الوطني المقاتلة على الأرض في حين تفتك الألغام التي زرعتها الميليشيا الحوثية بالعشرات من مقاتلي الجيش الوطني أثناء محاولات التقدم دون أن تقدم قيادة الجيش دعما في هذا الجانب كتوفير كسحات الألغام أو تنسيق فاعل مع التحالف قتل وأصيب أكثر من ثلاثين حوثيا في غارات لمقاتلات التحالف على مواقعهم بمحافظة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر وأقلت مصادر ميدانية أن أربع غارات نفذتها الطائرات على تحصينات الميليشيا الانقلابية شرق مطار الحديدة أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الانقلابيين وفي الأثناء استهدفت مدفعية الجيش مواقع الميليشيا الحوثية بمديرية التحيطة جنوب مدينة الحديدة ووفقا لمصادر ميدانية فإن المواقع المستهدفة تقع جنوب وغرب التحيطة وقد أسفر القصف عن مصرعي أو مصرعي عدد من عناصر الميليشيا الذين كانوا يختبئون في تلك المناطق أتلفت الفرق الهندسية في الجيش الوطني بمحور صعدة كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة كانت ميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران قد زرعتها في عدد من مناطق جبهتي البقع وكتاف وقبل دحرها منها وتمكنت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني من نزع قرابة 1214 لقما أرضيا مختلفة الأشكال والأحجام في كل من البقع وكتاف وتم إتلافها بالكامل بحسب مصدر في الفرق الهندسية وذكر المصدر أن الفرق الهندسية في الجيش تبدل جهودا مستمرة لتطهير مختلف المناطق المحررة من تلك الألغام وتأمينها أمام عودة السكان إلى منازلهم وسبق أن انتزعت الفرق الهندسية خلال الفترة الماضية أكثر من عشرة آلاف لغم أرضي وعبوى ناسفة ذرعتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية في عدد من جبهات صعداء لقي عدد من ميليشيا الحوثي الإنقلابية مصرعهم خلال تصدي الجيش لهجوم فاشل نفذته الميليشيا بأطراف مديرية الصلو جنوب مدينة تعز وأوضح العقيد الركن عبد الملك الأهدل وأركان حرب اللواء 35 مدرع في مداخلة لها على قناة يمن شباب أن الميليشيا حاولت تحت كثافة نارية تحقيق أي اختراق لمواقع الجيش بأطراف مديرية الصلو يمكن أن تخلق منه نصرا معنويا لعناصرها المنهارة غير أنها فشلت تحت ضربات الجيش من أبطال اللواء 35 مدرع وأقل الأهدل أن خسائر فاتحة تكبدتها الميليشيا الإنقلابية خلال صد الجيش لهذا الهجوم الذي حصد العشرات من عناصر الميليشيا وأسفر عن تدمير عددا من الآليات وأفصح القياد العسكري عن خطط وصفها بالموضوع والمدروسة التي يعمل عليها الجيش للتقدم باتجاه مديرية الدمنة المجاورة غير أن الجيش يرابط حاليا في مواقع بانتظار الأوامر للتحرك وفي جبهة الضباب غرب تعز أكد قيادي ميداني في الجيش الوطني أن الأيام القادمة ستشهد مفاجآت وأخبار سر على صعيد التحركات العسكرية لتحرير تعز ومنها جبهة الضباب وقال القيادي الميداني في الجيش منصور الفانوس ليمن شباب أن الجيش يعمل وفق خطط عسكرية مرسومة ستؤتي أكلها بالانتصار على الميليشيا الإنقلابية وتطهير كافة أراضي تعز من دانس الحوثيين موضحا أن عشرات القتلى والجرحى من الميليشيا الحوثية سقطوا خلال التصدي البطولي لقوات الكتيبة السادسة أتابعا للواء السبعة عشر مشاة لهجوم فاشل شنته الميليشيا في محاولة منها لاستعادة منطقة تبيشعة التي حررها الجيش قبل أيام وضاف الفانوس بقوله أن أغلب من تزج بهم الميليشيا أو تزج بهم الميليشيا إلى مواقع القتال هم ممن يطعطون المخدرات ولا يبلون بأنفسهم تحت تأثيرها مما يجعلهم وقودا للمحارق في الجبهات وأكد القياد الميداني أن الميليشيا اندحرت من المواقع التي حاولت تتسلل إليها بمنطقة تبيش عام وهي تجر أذيان الخيبة والهزيمة مخلفة وراءها قتلى وجرحة ألقت أزمة خاشقجي بظلالها على اليمن حيث تتعمد دول كبرى محاولة استغلال الأزمة للمطالبة بإنهاء عاصفة الحزم وبالتالي ترك اليمن مرتعا للنفوذ الإيراني التفاصيل الأوفى حول ذلك في سياق هذا التقرير فلنتابع ضغوط دولية غير مسبوقة تتعرض لها المملكة العربية السعودية على خلفية مقتل الصحفية السعودي جمال خاشقجي داخل كونسولية بلاده في اسطنبول مطلع الشهر الجاري وهي ضغوط قاسية وصعبة شكلت صدمة كبيرة للقيادة السعودية التي لم يتوقع ولي أهدها محمد بن سلمان ما وصفه بانقلاب الغرب ضده حسب ما نقلت وكالات عالمية وتبدو الصحافة الرئيسية الأمريكية والغربية عموما متصدرة لمعركة الضغوط على السعودية وهي معركة اقترنت وتداخلت فيها قضية خاشقجي بالحرب في اليمن بالشكل الذي يدين المملكة وبدأ ذلك واضحا من خلال كثافة حضور القضية وقرنها بالحرب اليمنية في تقارير وافتتاحيات صحف عالمية مثل الواشنطن بوست ونيورك تايمز وغيرها من الصحف الأمريكية بالإضافة إلى وكالات عالمية أبرزها رويترز والأنباء الفرنسية ناهيك عن الجاريديان البريطانية ومختلف الصحف العالمية اليمن حضرت أيضا في لغة الضغوط الأمريكية الكبيرة وغير المسبوقة منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر وغزو العراق ويبدو ذلك من خلال توحد الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الضغوط الراهنة على السعودية كما انخرط فيها وبشكل لم يحدث من قبل أعظام في الكنجريكس الأمريكي وكبار المسؤولين في وكالات الاستخبارات الأمريكية والبيت الأبيض واشترك فيها مقربون من رئيس الأمريكي الذي توعد هو الآخر بعقاب شديد ضد السعودية واستعد لممارسة مزيد من الابتزاز بحقها مستغلا عدم حسمها للحرب في اليمن الدعوة نفسها أطلقها وزير الشؤون الخارجية الألمانية السابق مطالبا بطرد سفراء السعودية من الدول الأوروبية بل أن الضغوط الفرنسية والألمانية والبريطانية والأوروبية أكثر تصعيدا وبلغت حد قطع الاتصالات السياسية ومقاطعة أنشطة استثمارية في السعودية فضلا عن تحركات قضائية فرنسية برفع دعوة ضد محمد بن سلمان بسبب مزاعم انتهاكات في اليمن كما بدأت بعض دول أوروبا وفي مقدمتها ألمانية باتخاذ إجراءات عقابية ضد المملكة مولنة وقف تصدير الأسلحة إليها من الواضح في شكل الخطاب الدولي أن ربط الضغوط الدولية للوضع في اليمن مع قضية خاشغجي حصل بسبب تقعز التهالف وتأخره في الحزم والسماح للإمارات بالعبث وتناقض أهداف عاصفة الهزم مع سياسة التهالف على الأرض تحديدا في عدن حيث تتعرض الشرعية لحرب معلنة من قبل الإمارات أعدمت ميليشيا الحوثي الإنقلابية شابا قنصا في نقطة تفتيش في محافظة إب بعد أن احتجزته مدة ساعتين وقالت مصادر محلية أن الميليشيا أوقفت الشاب شمسان محمد عبدالله السفياني في نقطة تفتيش بعزلة العذارب بمديرية بعدان شرق إب وهو في طريقه لمدينة إب مركز المحافظة وأضافت المصادر أن الميليشيا الحوثية احتجزت الشاب السفياني وهو أحد أبناء قرية الضفار في نقطة تفتيش مدة ساعتين وأمرت بعد ذلك أحد قنصيها في موقع قريب بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته على الفور هذا وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية جرائم أمنية وتوسع في ظاهرة استهداف المدنيين في نقطة تفتيش الحوثية المنتشرة على امتداد الخطوط العامة الرابطة بين مديريات المحافظة خطفت ميليشيا الحوثي الإنقلابية اثنين من الناشطين في الأعمال الإنسانية في محافظة حجة أثناء توزيعهم مساعدات إنسانية لعائلات فقيرة بمديرية أسلم بعد جمعها لتلك التبرعات من فاعل خير عبر صفحتهما على فيسبوك وقالت مصادر محلية أن الناشطين هما عدنان الغيدي ومحفوظ الأشول من أهالي مديرية المحافشة تم اختطافهما في مديرية أسلم من قبل قيادات في الميليشيا الحوثية واقتادوهما إلى جهة مجهولة رغم تنصيقهم المسبق ولاقت الحادثة تنديدا واسعا من قبل ناشطي المجتمع المحلي هناك وسط مطالبات بسرعة الإفراج عن الغيدي والأشول عودت العملة الوطنية التراجع أمام العملات الأجنبية بعد استقرار نسبي دام أيام بفعل المنحة السعودية للمنك المركزي البالغة 200 مليون دولار ووصل سعر الدولار الواحد اليوم الأربعاء في السوق المصرفية إلى 748 ريالا للبيع بينما وصل سعر الريال السعودي إلى 197 ريالا وكان سعر الريال قد تهوى بشكل قياسي مطلع أكتوبر الجاري حيث سجل الدولار 780 ريالا والريال السعودي 250 ريالات وكان سعر الريال تعافى نسبيا عقب المنحة السعودية البالغة 200 مليون دولار منتصف أكتوبر الجاري وسجل سعر الدولار الواحد 700 ريال للشراء و705 للبيع بينما سجل سعر الريال السعودي 185 ريالا للشراء و187 للبيع أعلن وكيل نيابة الأموال العبال قضي عمرو عبد الكريم العمراوي إحالة أكثر من 105 قضايا تتعلق بمخالفات محال ومكاتب الصرافة التي تعمل بصفة غير قانونية وبدون تصاريح معتمدة من البنك المركزي إلى القضاء للبت فيها وقال العمراوي في تصريح صحفي أنه تم اتخاذ إجراءات الضبط والتحريز لكل محلات الصرافة أو لكل محل صرافة أو مكتب ليس لديه ترخيص بمزاولة المهنة مهنة الصرافة أو العمل على احتكار العملات والمضاربة بها وأضح أن النيابة المتخصصة بالأموال العامة ستقوم في الفترة القادمة بتطبيق إجراءات قانونية وإلزامية تحول دون أي خروقات أو تلاعبات بفكر أو يفكر عفاً بها الصرافين حتى الوقت الحالي توفيت طفلة إثر إصابتها بسوء التغذية الحاد نتيجة لحالة المجاعة التي تضرب قرية حلحال بمنطقة الأزارق وسط محافظة الضالع ونشر والد الطفلة التي تدعى غدير مقطع فيديو قال فيه أنه لم يتمكن من إصعاف طفلته من قريته النائية إلى مدينة الضالع بسبب الفقر الذي يعيشه مع سكان القرية وأضف والد الطفلة أنه عجزة عن توفير المال لإصعاف ابنته وبعد محاولات حصل عليه لكنها الطفلة كانت قد توفيت وذكر والد الطفلة أن الفرق الميدانية التابعة للمنظمات الدولية والمحلية لم تصل إلى المنطقة عدى مرة واحدة وصل فريق تابع لأحدى المنظمات المحلية ووزعت على الفقراء أجزاء قليلة من القمح كشف مصدر طبي بمحافظة مأرب عن تفشي وباء حم الضنك بالمحافظة وقال مصدر طبي أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة بهذا المرض خلال الشهر الجاري مشيرا إلى أن عدد الحالات التي تصل إلى المستشفى بشكل يغمي تبلغ ما بين 15 إلى 20 حالة وتسبب المرض الذي اشتاح عدد من المحافظات بينها محافظة شبوى المجاورة ومحافظات الضالع وتعز بعدد من الوفيات وسط تحذيرات من ارتفاع معدل الإصابات التي تتزامن مع موسم هطول الأنطار ويعتبر تفشي وباء مرض حم الضنك في مأرب تحديدا جديدا يقف أمام السلطات الصحية بالمحافظة التي تحتضن ما يزيد عن 800 ألف نازحا من الذين هجرتهم ميليشيا الحوثي الإجرامية بعد انقلابها على الشرعية وسيطرتها على صنعاء وعددا من المحافظات الأخرى وفي سياق المتصل فقد أعلن بمحافظة إب عن تسجيل حالة وفاة جديدة بوباء الكوليرا وأفدت مصادر طبية بأن المواطن محمد محمد حميد سيف من أبناء منطقة الكدرة بمديرية فرع العظيم توفي متأثرا بإصابته بوباء الكوليرا المنتشرة في المحافظة وكانت صحة محافظة إب الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الإنقلابية أعلنت تسجيل مئة حالات الإصابات بوباء الكوليرا مشيرا إلى أن تفشي هذا الوباء بشكل سريع في جميع مديريات محافظة إب التي تقوم الميليشيات فيها بنهب ومصادرة المعونات الطبية التي تقدمها المنظمات الدولية شرعت الحكومة في استعدادات لترميم مبنى فرع وكالة الأنباء اليمنية سبأ في العاصمة المؤقتة عدن ومن المتوقع أن يبدأ العمل خلال الأيام القليلة القادمة بتمويل حكومي وأطلع وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق حسين عقربي خلال زيارته إلى المبنى على الاستعدادات الجارية للبدء بعملية الترميم واستعرض مدير الفرع محمود ثابت ما تعرض له المبنى خلال حرب الميليشيا الحوثية من أضرار ودمار ونهب لأثاثه ومحتوياته المكتبية والتكنولوجية والتي أدت إلى توقف العمل الصحفي الذي تقوم به الوكالة وطاقمها في تغطية مجمل الأحداث والأنشطة في عدن إلى هنا نصل وإياكم إلى الختام وهذا تذكير بأبرز العنوين رئيس الوزراء الجديد يصل عاصمة المهرة في أول زيارة منذ صدور قرار تعيينه وميليشيا الحوثي تقتل شابا قنصا في نقط تفتيش بمحافظة إب وتختطف ناشطان في مجال الأعمال الإنسانية بمحافظة حجة وأخيرا نيابة الأموال العامة تحيل أكثر من مئة قضية لمحال صرافة إلى القضاء بتهمة المضاربة على العمل وتأجيج الأزمة النقدية انتهت النشرة قدمناها لكم من قناة يامن شباب شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة